حي المهدية أحد الأحياء الحديثة في مدينة الرياض عانى طويلا من عدم وجود أحد أهم الخدمات الأساسية وهي الكهرباء وفي حلقة سابقة من استوديو الإخبارية تمت استضافة المهندس منصور القحطاني الذي وعد أهالي الحي بأن هناك محطة تحويل جهد قادمة ستنير أبصار هذا الحي المظلم متى تتوعدون المهدية تشوف الكهرباء؟ المشروع الآن ينفذ طبعا هو محطة تحويل بحوالي 150 مليون ريال كما أسلفت أيضا يربطها بالشبكة خط نقل بحوالي 100 مليون ريال في تكلم عنه مشروع بحوالي 4 مليون 4 مليار يخدم هالموقع وهو يستحق والمواطنين يستحقون منه كل ما نقدم بل يستحقون أفضل من هذا أتوقع بإذن الله أنه بنهاية عام 2016 2016 بنهاية 2016 الخطة الموضوع أخلال 2016 بنهاية 2016 المخطط ستكون اشتغلت المحطة نحن بالتوازي مع هذا سنبدأ بإنشاء شبكات التوزيع لن ننتظر مشروع المحطة المحطة التحويل أخطوط كبير على الأبراج ومحطة التحويل الرئيسية ولكن أيضا بالتوازي مع العمل حتى نختصر الوقت شركة الكهرباء وفت بوعدها بإنشاء هذه المحطة مع بداية عام 2016 والتي لفتت أنظار أهالي الحي آملين بأن تقوموا المحطة بإنارة منازلهم فهل ستطول هذه الآمال أم أن الحلمة بات تحقيقه قريبا؟ عمر الجراد الإخبارية الرياض